انا هدي في الاكسل ده او في الباتش دي اربع محضرات هي اغلبيتم كله اربع محضرات مكيفش اختر من كده الاربع محضرات دولة تصدقوني هي تخرج منها اا لو انت عايش تشتغل في شركة ان شاء الله تقدر تشتغل في شركة ده دارعبنا بيطالب اه لا انا اخرجت اكسل قبر سيلا اكسل دولة 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 واكسل دولة تحملوكوا طبعا في بحال الله ربا تحملوكوا حقيقيا حقيقيا اه تمام كده اجام هام علش انا ان شاء الله بمدي اربع محضرات اه في الاربع محضرات دولا ان شاء الله ان شاء الله في اخرهم هتعرف تشتغل في الاكسل كويس جدا وهتعرف انك اه يعني تقدر تشتغل في اي شركة لان انا بجيب لك جزتونة في الشركات كلها يعني في الشغل كله بتاع الشركات بقدم لك الحاجات المهمة ان للشركة بتبقى طلبها تعمل كده يا شباب؟ اه سلام عليكم كنتم معي ماشي مهم يا دكتور؟ مع حضرتك عاية اه ماشي طبعي شغل بي سي اه محضر في محضرو؟ اه نعم مشغل بي سي واحنا مع حضرتك ولا عادي مش مشكلة مشغل ايه؟ بي سي اه اللي بتبقى او اي حاجين اه والله لو عايزين تشغلوه يعني يا ريت عشان احنا نخش يعني بصوا استنوا شوية بس كده اللحظة خليكم شغلينه علشان احنا يعني كلها هتبقى نص ساعة ونبتدين نخش في المعادلات خلاص كده؟ خلاص تمام تمام كده يا شباب؟ استاذ محمد لو ينفع نسجل المحاضرة لاني في ناس النور قطع عندها ومحتاجة تسمعها بعد اذن حضرتك بسجل ما تلاوش بسجل ما تلاوش تمام نسجل صح يا شباب انا عندي اه قناة على اليوتيوب اه دلوقتي انا بنازل فيها الشروحات والفيديوهات بتاعت اللي احنا بنسجلها دي بنزلها على اليوتيوب القناة اسمها السر شاجي دي بالانجلس ودي السر شاجي تمام؟ القناة دي لو انتو دخلتها على اليوتيوب القناة دي حوالي خمسة واربعين او ستة واربعين الف دلوقتي مش فاكر ايه خمسة واربعين الف مشترك دي برضو بنزل شروحات الاكسل فيها وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا بيها خلاص كيا يا شباب ابتوا معي صح ايه اما حضر طب طبعا اه قبل ما نبتدي بس او في حد هنا شغال باكسل يعني هل شغله اكسل؟ انا شغل اكسل بس مش اللي هو القوي يعني ان هو بكتب بيانات بس يعني بياناتها لايه؟ بتكتبي بيانات جواض تجف انتبه انت محتاجها زي تعملي زي المساحات او تطور اي انت تعرفي تشتغلي وراء الناس اللي معاكي صح كدة؟ هو انا ببساطة المفروض ان انا فيه ترقية بوزيشة معين متوقف على ان انا اضبط انجلس و اضبط الاتصال بتاعي لان التيم بتاعي الاكسيل ده دا دايرت الاتصال بنا كلنا فانا فيه مش افضل حاجة فامفروض ان انا اشغال عليه بص يا شباب اه اتفضل اتفضل صاح حسين معلش انا قطعتك كانت اتفضل ماشي باشي يا بتاعي انا برضو بادئ شغل لكن الفترة دي بدئت شغل الاتصال باقتر اكتر زي الفول زي الفول بص يا جماع صح انا شغال الاساسين صح انا شغال محلل البيانات اه الشغل اللي انت بتقول انه ده ابتهال او اللي انت بتقول ان حسين ان شاء الله ان شاء الله هتعرفت الفطول بس ان انا اديكم معادلات وان انا ازبط لكم شغل صدقوني هتزبط معكمشي فأتمنى أنكم تبعدين بس يعني إن شاء الله إن شاء الله تتبعوني وإن شاء الله إن شاء الله يعني هتستفيدوا جداً خلاص كده وكمان أنا قلت لكم صح أن أنا في قناة على اليوتيوب بنازل فيها بقى حاجات إكسلات كده فيديو مثلا بحوالي 3-4 عدد نعم طب تمام يا جماعة معاش الناس بتفتح الميوت عشان يعني عشان تتكلم بره ومش فاك المهم بس كده فنتوكل على الله هل فأنتو كده شغالين ده كده الناس اللي مش شغالين في إكسل قصد شغالين في إكسل الناس بقى اللي مش شغالة في إكسل هل حد هنا بقى طبعا الباقي كله أكيد مش شغال في إكسل أو جاي عايز لأ أنا هكول لأ أنا هكول لأ أنا أصدقاء بأوضح أنها شغالة شغالة حكومي في سجل التجاري وكده وفيه شغال في الخزينة وكده وبنازل إحصائية وبورد وكده يعني فكنت بحتاجة شغال الإكسل برضو معي زي الفل جدا ماشي توكلنا على الله إن شاء الله إن شاء الله هتبقى محاضرات كويسة جدا وإن شاء الله هعرفكم تكتبوا أول المعادلة بأيديكم النهاردة هل أنتو أكيد أكيد اللي جايه دلوقتي بيبقى عايز يعرف المعادلات بتاعت الإكسل اللي عملة إيه صح كده؟ بالضبط ماشي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قولي يا سامحة تفضلي قولي بصراحة كنت شغالة محاسبة قبل كده وكنت بعمل الدفاتر اليومية بالمعادلات وكده بس ده بقى لي فترة يعني عندي خلفية عنها بس أول ما اشتركت يعني أعرف قاعدة F ويعني أعرف عملة بس جداً بس جداً F F دي هنتكلم عليها المحاضرة الجاية عشان أشرح لكم كل حاجة المحاضرة دي يا جماعة محاضرة هقول لك إزاي تكتب أول معادلة في حياتك في الإكسل أول معادلة ومش معادلة هتكون سهلة كمان أنا بس عايز أوصلكم حاجة مش معادلة هتكون سهلة معادلة هتكون فيها لفة كده شفا خلاص كيا يا شباب؟ متوقع على الله؟ هلو؟ تمام متوقع على الله؟ ماشي يا الله ماشي بس حتى بس بقى معايا تمام 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 ماشي يلا بقى نعمل بقى كده share screen ونعمل advanced excel كلكم كده شايفين اللي أنا شايفو ولا؟ شايفين اللي أنا شايفو؟ او شايفيني تمام 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 ايش اوكي بصوا شباب ال excel بسم الله الرحمن الرحيم ده شكل ال excel اللي انت هتشوفو من بداية ال excel اللي خالص انا ابتدت في الصراحة في ال excel من سنة 2003 معرفش بقى كم فيه قبل كده وده لا فدلوقتي ده شكل ال excel عبارة عن مربعات كده دي اسمها خلايا ثانية بصوا شباب المربعات دي اسمها خلايا الخلايا دي بكتب فيها اي حاجة كده تمام وال excel اللي بقى عبارة عن دي اعمدة اي بي سي دي اعمدة اسمها عمود او كولوم كولوم وال وان تو سري دي اسمها صفوف او رو صفوف او رو بالانجليش تمام الخلايا بتتنطق ازاي الخلايا لو انت وقفت على الخلايا كده وجيت وقفت هنا كده تبص عليها تلاقي اسمها اف سري بتتنطق اول حرف من العمود وبعد كده التاني بيتنطق برقم الرو يعني لو قفت هنا كده تبقى جي سي جي فايف لو جيت هنا تبقى سي فايف وهكذا تمام كده تعال انكبر كده الشكل دك عشان تشوفو افضل تمام بيتكون من شيت وان وشيت ثري وشيت تو وشيت ثري وهكذا دي اسمها الورق او اللي انت تقدر تعمل فيها اكتر من حاجة تمام فدلوقتي فدلوقتي او عرش اسلل الناس عمالة تجيلة ادوس ادمت كتير او او ابروف كتير بصر شباب اه برضو انا عايز اعرف اعمل حركة كده انه الناس تدخل على طول مش لازم ان انا عملاها ابروف اه ده كده الشيت دلوقتي بقى عشان نبتدي في الشيت ده ودي اسمها الفورميلة الفورميلة بار اللي انت تقدر تكتب فيها المعادلات انت المعادلة بتكتب بيساوي وتوقف تكتب وهكذا بيزهر فيها المعادلات وده الشكل انا صدا الصوت بسمعه او او معنش شماسك بس هعمل بس ميوت للناس بس كده اهو اخر بقى حاجة خالص اللي هو التاب التابات اللي فوق دي اسمها هوم وانسرت ولياوت والكلام ده دي هنشوفها دلوقتي حالا واحكي لكم اي حكاية اللي احنا نحكي فيه ده النهاردة اللي هو الهوم الهوم دي يا جماعة ما بتخلاش من اي حد بيشتغل في الاكسل لازم في الهوم دي يشتغل بيه الهوم باسم اللي الرحمن الرحيم الكليب بورد دي الكليب بورد دي عبارة عن الكوبي والبيست والكوت والكلام ده هقولك يعنيه هقولك يعنيه مثلا انا اسمي محمد تمام؟ لو وقفت على كلمة محمد دي ودست كلمة كوبي اللي هي كنترول سي ودست هنا كده وتروحت دايس كليك يمين دي كده نزلت محمد بصوا يا شباب في دلوقتي محمد دي لو محمد دي حتى بيقولك لو قفت كده دي اسمها كنترول سي كوبي كنترول سي لو انت دست هنا ودست على كلمة كوبي ورحت جاي هناك دست كنترول في كده خدتها كوبي طب لو انت عايز تخدها كت كت يعني اي كت يعني تشيلها من مكانها لو دست هنا كده ورحت دي كده كنترول في كده خدتها كوبي على كلمة قط اللي هي كنترول اكس قط وجيت هنا دوست كنترول فيه فكده انت شلتها من مكانها حطتها هنا الكوبي غير الكط تمام كيا يا شباب الكوبي بتاخد نسخة منه الكط بتاخد الخلية كلها تمام دي بقى الجميلة دي حد يعرف دي ايه المشت بتاع ده شكله حتى زي شكل مشت حتى بتاع الديهان نعم بتعمل قبل كل التنسيق بتاع الخلية بزبط بتعمل قبل كل تنسيق الخلية صح يعني بص يا جماعة بص شايفين كلمة محمد دي انا اخليها مسلا كبيرة كده واخليها باللون وراها لون اصفر واخلي الكتابة باللون ده كده واخليها كده لا اخليها باللون الازرق او بالمنظر ده فطبعا لما نيجي نكتب هنا مثلا وليكن مينا مينا هتبقى عادية كده انا عايزة شكل محمد فاروح جاء واقف على كلمة محمد دي كده وادوس على كلمة فورمات بينتر واجه على دوس على دي كده كده بقت مينا شفتوا الشكل بعمل ازاي فكده خدت نفس التنسيق او الفورماتينج بتاعة الخلية بتاعة محمد نقلتها في الخلية بتاعة مينا تعمل كده يا شباب تعمل كده فجده احنا فهمنا الكليب بورد او الحتة الصغيرة اللي موجودة دي الفونت الفونت دي يعني مش محتاجة ان انا اشرحها لان دي في اي حتة حتى في الورد في كل حتة اغلبية بتبقى الحتة دي موجودة الفونت دي اللي انت تتيجي تقف هنا تصغر تكبر تكتب هنا مثلا انت عايزة مثلا رقم اتنين وعشرين رقم مثل تيجي تقف هنا مثلا تخليها مثلا 11 وهكذا تختار نوع الخط ازا كان بقى معافش انا كنت زمان محب اختار الخط الاندلس يعني اوتي هنا مثلا تخلي الكتابة نكبرها شويك عشان نعرف نكتب فيها ااا نيجي هنا نغيرها مثلا نخليها بولد او اتاليك اللي هي الميلة او اللي هو اندرلايند اللي هي بتبقى تحت خط كده زي ما بتعمل كان الاندرلاين دي لا كما تقولي بتبينه هلو قوي يعني خب بالك يعني دي هنا حاجة بالضبط شكرا قوي اللي بيلاعظ astrolog ا Steve وعندك حاجة الحاجة التانية اللي انت ممكن تخلي مثلا تعلم كده مثلا شوية وتخلي الكتابة دي كده مثلا يعني تظل المربع ده كله ممكن بقى في كذا تظليل بقى يعني ممكن تظلل كده وتخلي مثلا تظليل من بره بس لو هو من بره بس يعني المربع ده كله متظلل من بره ممكن لو انت عملتها كده تظليلها من جوه يعني وتخليه السيكنس اللي هو تقيل وتخلي مثلا الكتاب التظليل مثلا من هنا كده انتم فهمين طبعا انا بقى تمام كده يا شباب ممكن سؤال شوية مريزك نعم ممكن سؤال فضل اه هو الفرمات بنتر ليها ليها حاجة تانية غيرها يعني ممكن اعملها بالكيبورد مش لازما اراعي بالماوس هل لي فيها اختصار اللي بالكيبورد والله مفيش اهونا عمال واقف عليها اهو انا مش شايف لها اي اختصار select content to click format select something مفيش مفيش لا مفيش حبيبي تحت امرا انت لو قفت على الكلام اصلا بيقول لك اهو يعني انت وقفت على الكلمة يقول لك اهو مش مبين ان هو فيه مثلا كتابة او فيه مثلا كنترول يعني مثلا يقول لك control u اه للاندرلايند في البولد control b اه في دي في المش موجودة يعني حاجات زي كده يعني تمام كده يا شباب تسمح لي بسؤال من فضلا تفضل بالنسبة لعمل بوردرز طريقة اه 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 وقيتني مش كلا بقير هل ينفع ان انا اعمل بوردرز لي اول رو بس و الروز اللي تحتها تكون البوردرز اوتلاين فقط يعني اول رو يكون اوتلاين لكل سل لكن كل روز اللي تحتها اول اوتلاين لكل سلس كلها مبار هل لا ينفع لا مش هي مش شكل يبعليك مش فاهم ابو بس بروح انا معاك عندي وليكن 10 روز اول رو انا عايز اعمل عندي 10 روز اول رو بس عايز اعمل له بوردرز في كل سل بس في نفس الوقت كل الروز اللي ازتحتها عايز اعمل بوردر لسلز كلها بدن ما يكون كل سل واحدة يعني كده مثلا ايوا يا بالضبط خلاص و تروح مسلا نسحب مسلا لتحت خلص كده يبقى كده بقت مفيش هنا يعني مفيش هنا يعني مفيش هنا العمود ده اللي هي التواصل بس كده شكرا لحظة اهو كده احنا عملنا دي بصوا بقى يا شباب احنا دلوقتي اهو احنا وصلنا للحتة بتاعت الفونت دي نيجي بقى الالايمنت دي الالايمنت بقى دي يا جماعا بصوا بقى اللي هي بقى التنسيق والتنسيس والحاجات اللي فيها لغة عربية كده يعني مثلا لقين اه ممكن مثلا نشد دي كده تحت شوية ولو كتبنا مثلا كلمة اه اشرف بصوا اشرف تحت فين بصوا اشرف ايه اشرف تحت كده انا عايزة في النص وفوق وكده فنيجي هنا تنص كده ايه ونرفعها كده في النص كده ونكبر الكلام وكده نصغرها ننزلها تحت كده نطلعها لفوق نخلقها في النص نجيبها الشمال نجيبها يمين في النص وكده ونخلي برضو فيه بقى شوية حاجات حلوة كده اللي احنا مثلا نخلي اشرف ده كده الحاجات اللي هي يعني اللي هي الحاجات بتاعت الحاجات الحلوة دي اللي احنا نحب نتفرج عليها دي اللي احنا عمرنا ما بنعملها لانا عمري ما عملتها اسم فشغلي بس كده نيجي بقى للكبير بقى نيجي بقى للحاجات بقى المهمة بقى في الالليمنت بقى الالليمنت بقى يهمينا بردو الحاجات السغنونة دي الرب تيكست والمرش الرب تيكست يعني ايه؟ عارف يعني ايه رابينج؟ رابينج يعني اكاينك بتحط راب يعني يلف كده او يغلف عارف انتو الناس اللي بتحط طبق الجبنة كده وتروح جايبين الستريتش وتروح لفاة على طبق الجبنة فاهمين قصدي ولا لأ؟ السلام عليكم ايوه 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 بصوا الرب تيكست دي الرب دي اللي هي مثلا ايه؟ بصوا مثلا يعني مثلا انا اسم محمد تحسين بصوا بصوا الكتابة هنا مش هتشوفوها يعني اللي انا حطيت مثلا هنا زيرو بصوا تلاقي كلمة محمد تحسين دي مش ظهرة مع ان هي فوق اهي محمد تحسين بس انا محمد تحسين مختفية فدييجي بقى وظيفة راب تكست راب تكستي يقول لك هوب كده هوب يعني نقلت كده فاهمين قصدي؟ يعني لو انت حتى لو انت بقى كذبت محمد تحسين بصوا تلاقي الكلام بيلف تحت بعضه اسمها راب بيلف تمام؟ اسمها راب تكست نيجي بقى للجميلة مثلا ميرج دي بقى ميرج دي انتو هتقابلوها في كل حياتكم بصوا شباب دلوقتي وليكن انا عايز اعمل حاجة كده في الاكسل مثلا كلمة عروض او كلمة اوفر فلو انا كتبت كلمة اوفر بص ركز كيف ان انا اكتبه كده اوفر اوفرز وعايز اكبرها كده تمام؟ وعايز اخليها باللون الاصفر بس عايزة تاخد مساحة كبيرة اكسل لو كده بصوا دي كل دي في خلايا واحدة بس يعني الاوفر دي في خلايا واحدة فاهمين قصدي؟ فانا بقى عايز اخليها بشكل مختلف شوية نروح اعملين بقى هقول لكم انا دلوقتي نعملين بصوا هنروح جايين معلمين كده على شوية خلايا كده او سلزة هي نروح جايبين ندوس على كلمة ميرج ميرج كده بقت كلهم خلايا واحدة فلما نيجي نكتب اوفرز ونجي نعمل كده في النص وانكبر الكلام بصوا شايفين شايفين خلاص دي اخيرة 72 طبنا انا خليتها مية اه لا تلقيت فوق المية اهي كمان طب مية وعشرين اه بتطلع هاي اهي شايفين اوفرز جاملة ازاي؟ فاهمين قصدي ولا لأ؟ سلام عليكم انا انا معليش هكاسر اه 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 لا انا مش قصدي حاجة بس انا ساعات انا يعني هقول لكم بس مشكلتي انا ان انا ساعات ببقى شغال وانا قاعد شغال وانا قاعد شغال وانا بعد خمس دقايق يا محمد انت نسيت ما عاربش ايه احنا احنا سايبين لك من شوية فاهمين قصدي ايه؟ تمام؟ بصوا يا شباب فالمرج دي المرج دي اختراع خلاص نعمل بقى كده clear all كده بصوا بقى يا شباب بس هتقابلك بقى مشكلة في المرج اللي هي ايه؟ يعني لو انا كتبت مثلا مينة وهنا مثلا عادل فتيجي هنا لو انت كت عملت مرج لو انت علمت عنهم كده عشان تضمهم على بعض ما وفيه ناس بتفكر ان هو ايه؟ لو احنا عملنا مرج هنضم مينة على العادل فلما نيجي نضمهم على بعض كده هندوس كده مرج هقول لك بص في مشكلة بقى بص يا محمد احنا هناخد من الشمال او من اليمين يعني على حسب الreexl ماشي ازاي لو انت ماشي ب'MB en الشمال فهنبتدي من اليمين ستتغطيه عن الشمال ولو انت من الشمال الييمين ستغطي من الشمال على اليمين ؟ مينة هتغطي على العادل لو دوست او كي؟ بقى في مينة بس لا تزدق غلا Source انت في الحمد قصدي؟ اه، تمام رضا O نجينا trosح Date لن react Å ال�ct gas المربع التغنون المربح انه ليس من اي حد يقبل Excel وهقولك على مشكلة تكون قابلة data entry كان هناك حد يكلمني مثال ابتهال اعتدال اعتماد كانت تتحدث علىصل على Excel فأنا اعتماد قابلتك المشكلة سأقولك ما هي المشكلة كل الهاتف قالت 20 كثير 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 شايفين الرقم بعمل زي اهو ده عشرين في بقى ممكن تخليه ده الجنرال الجنرال ده طبيعي بيقولك ده الطبيعي اللي هو ايه الاسل بيقرأ اللي انت بتكتبه يعني عشرين ان هو شايفها النهية المفروض ان هو شايفها رقم بس انا عايز ااكد بقى مع شوية حاجات اقول له جنرال في نمبر لو دوست على كلمة نمبر بوس شايفين متأعملي علامات عشرية ليه التسي مال دي كلك لأ ده في كدة علامات عشرية فلأ نخليه دي شوية اقول له لأ هنعيز pasar كورنسي هتبقى بوس عشرين الف دولار او عشرين مليون دولار اللي بوس فاصلت للتلACE فاصلات دولة هدي تلتسفار وتلتتي سفار طب دي l mãدال عملة الاكاونتنج الاكاونتنج الي هي بوس〜 الفرق ما بين النامبر والاكاونتنج اللي هي الحاجات الحسابية الاحد هنا شغال محاسب السالب بتاعه لما تكتبنا مثلا سالب 500 احنا عندنا الطبيعي ان هي سالب 500 من المنظر ده لكن في الاكاونتنج بتبقى كده بيحطها لك ما بين كوسين يعني السالب بيحطها ما بين كوسين فاهمين قصدي؟ اللي شغال محاسب بيحب الحركة دي انا حتى قلت لهم لي يا جماعة اللي بتعملوها كده قال لي لا دي يعني دي بتاعت المحاسبة تمام كده يا شباب؟ فدي اكاونتنج ممكن مثلا نختار شورت ديت و لونج ديت دي كده طبعا مع التواريخ لو انا كتبت مثلا 3-4 ما عرفش ايه 2022 هيجيب لي لونج ديت بتاعتها البرسنتج اللي هي مثلا انا حطت البرسنتج اللي هي العلامة اللي هي المية في المية دي و اخر حاجة خالص اللي هي الفراكشن الفراكشن دي اللي هي على كذا و سينتيفيك و نيكست نيكست دي بقى تيكست قصدي تيكست دي اللي هي الاستاذ بصوا يا شباب اعتماد انت معي؟ نعم انت بتقول ان انت تشتغلت بيتشتغل دواتي في الاكسل تصح نعم بتدخلي ارقام تلفونات بدخل ارقام ٢ كويس جدا خلينا برقم التليفونات يعني مثلا ولكن لو مثلا زيرو عشرة كذا الرقم دي كبه او مدوس انتر الزيرو اختفى خدت انت بالك من اللقطة دي او مثلا زيرو عشرة سبعة سبعة كده بصي اللي حصل الزيرو العشمال اختفى حد يعرف التفسير العلمي اللي زيرو ده اختفى ليه؟ انه هو مش عارف انه ده رقم ولا لا بالضبط كويس جدا ان الزيرو عشرة ملوش قيمة صح جدا بس انا دلوقتي عايز اكتب رقم تليفون عايز اكتب رقم تليفون يبقى الزيرو باين فاهمين قصد ايه؟ اه اعلم عليها اعمل تيكست بالضبط انت كده مذاكر بص ايه اللي هيحصل بقى لما تيجي بقى نمسح ديه كده ونعلم على الخلية او على العمود يعني ايا كان وندوس كلمة تيكست ولو كتب كذا صفر ايه كده بعيدا ليه بقى؟ لان هو شايف ان اللي جوه الخلية ده كتابة فاهمين؟ انا كنت ساعتها لما كنت كان بيحصل كده كنت بجرد في كله عشان ما كنتش فاهمه هو بيتامل ايه ولا هو ليه اصلا ما عملت كده لما ايه ديها تتعملك فمشيت بنفس النموات خلاص بعد كده عمليها تيكست بعد كده عمليها تيكست بصي في ايه اللي حصل دلوقتي؟ ساعتها لما عملت جرد في كله لقيتها برضو لما زبطت في تيكست فعشان كده خطها فاعدة كويس جد بص يا شباب الفرق ما بين دي وهنا مثلا لو انا كده بتربعة تصفار هكلى ليه سفر واحدة لان هو الاربعة تصفار دي ما لهاش قيمة يعني هي كاكسل برضو الاكسل برضو بصراحة بالناس قوي بيفكر بتفكير منطقي شوية فاهمين قصدي؟ فهو هنا شايف ان هنا لو انا كده بتله سفر واحد زيرو زيرو سفر 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 هيخليلي السفر اللي على الشمال ده لان هو شايف ان اللي جوه الخلية دي تكست جوه الخلية دي تكست فاهمين قصدي؟ ماذا صدي؟ ماذا صدي؟ تمام كده يا شباب؟ تمام هنروح عاملين بقى كده نعم ماشي نعم بقى clear all ونبتدي بقى نتوكل على الله في الـ بص يا شباب بص يا شباب انا لو ان انا يدوني اعمل حلقة هعمل حلقة على الـ الـ دي اختراع يا جماعة بتساعدني كتير جدا في شغلي جدا طب هقولك على حاجة صح يا اعتماد اطلعيلي تاني معلش كده انا ياسب انت بتعرفي منين؟ ان الرقم اللي انت كتباه ده اذا كان رقم موبايل اذا كان صح ولا رقم بطاقة صح بتعرفيها ازاي؟ يعني ما انت ممكن تكتبي بدل 14 رقم 13 رقم وما تخديش بالك ممكن تكتبي بدل رقم تليفون الـ 11 رقم تكتبيهم 9 ارقام بتعرفي ازاي؟ بتتأكدي على شكل حالي نعم بعد لا انا مش بتكلم انت بتدخلي انت بتدخلي بالـ 500 رقم في اليوم ما اكيد انت مش بتهدي واحد واحد لا انا بخلي حدي يمليني كزا وبعد انا بتأكد ان يبقى فيه غلط بص يا ستة حد عنده حل حد عنده يعرف ازاي يحل المشكلة دي؟ ها؟ انا مش طول كتير بس يعني انا عندي الحل على فكرة بس انا بقول لكم هل عنده حل؟ حد عنده حل؟ طب تماما انا هتوكل انا وهقول لكم بص يا جماعة فيه اكتر من حل فيه اكتر بصوا انا مثلا دلواتي فيه حاجة اسمها هنا الـ conditional formatting دي حاجة اسمها التنصيق الشرطي التنصيق الشرطي يعني بيديك الوانات على حاجات انت قيلوا عليها بمعنى انا ارسل لكم الفكرة بصوا شباب اه دلواتي هنا دي عشرين تلاتين عشرة خمسة وهنا مية وهنا سبعة وسببين كده ارقام كده غريبة وانا بقول له ايه؟ في التنصيق الشرطي دي باعلم على الكولوم كله انتو معايا صح يا جماعة؟ انتو صح كده؟ بنقف على الكولوم كله كده نقف بقضاء وبقضاء دي بقضاء ثمنت غريبة دي ف burnout يعني اعمل لي زى look Scammer يعني بينها وبقضاء قضاء وبقضاء ثمن بقضاء فانه واحد انها اوجد ايه؟ العمل من سبعين ودوس محطي ايه ومية سبعة وستين وسبعمائة وسبعة وستين طب لو تلاتين دي مش اتناعنا طب السبعين هنا طب لو انا كتبت هنا خمسة وسبعين هتنور طب لو انا كتبت هنا ثمانين هتنور فهمت قصد ايه ولا لأ ان انا ان انا عارفين دي فايدتها يا جماعة فايدتها لو انتم بتكتبوا حاجة وحصل فيها غلط تطلع لكم نور زي كده فاهمين قصدي ولا لا يعني لو ناقص رقم او كده بيصدر رول هاوريك ازاي بقى دلوقتي اعتماد بيتعمل ازاي تمام؟ كما تعمل على رقم موبايل كده؟ رقم موبايل؟ حاضر والله حاضر بص يا بص انا هنعمل كريير رول اهي كريير رول احي وفي هايلايت تيكس دات كونتينز دوبليكت مور فعلي في كزا حاجة اه هقول لكم دلوقتي ايه الحل بتاعها في معادلة اسمها لن لن لو انا وقفت هنا كده بيقول لي ان دولت فيهم ثلاث حروف ما دي ثلاث حروف من مية واحد اتنين ثلاثة صح ولا غلط انتم معايا؟ ولو انا اضحبت المعادلة دي التالت كده هيقول لي دي فيها ثلاثين واحد واثنين طب انا دلوقتي عايز اخليها ملونة هقول لكم ازاي بقى؟ هناك حاجتين لو انا عملت هايلايت وعملت مور رول منزلت هنا كده وقالت له ايه؟ لو ايه تو احنا دخلنا كده ايه تو لو لن قصدي معلش لن ايه تو ايه تو اكبر من احنا قلنا كام عشرة مسلا؟ او اصغر من عشرة اصغر من عشرة اصغر من عشرة اصغر من عشرة وخلي لي مسلا الكتابة مسلا باللون الابيض وبولد اتاليك كده لا مش عايزها كده طب خلينا في المعادلة في الحاجة التانية في هنا يا جماعة معلش هنقاسب ايه في حاجة هنا اسمها data validation data validation في حاجة اسمها هنا lens text lens بقول له لو هي اقل من لزان equal to لا equal to عشرة بس كده اوكي بصوا هنا بقى انا عملت ايه؟ انا عملت بقول له اكتب لي هنا عشر ارقام طب لو انا كتبت حداشر او اتناشر بص هنشوف ايه؟ ادي دلوقتي عشر ارقام ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده وافق بيها انتم معايا؟ الو؟ هو بينزل وتماتيك الوحظة لحظة لحظة احنا دلوقتي عملنا عشر ارقام اهي تمام؟ او عشر حروب تمام؟ طب لو احنا كتبنا مثلا حداشر رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر قال لي لا مش هينفع فهمتي قصدي يا عجمال؟ ان لأفل على نفسي الرقم لو غلط نعم؟ خطوة تانية او يا خطوة ماشي انا بس حبيت انا اقولك بس لسه انا بدخلت في حوار ده ماشي حاضر او بص يا سيدي او اينا نعمل ايه؟ نعمل دي كده فهو احد امشرب حاجة؟ انا احاس انا في ناس اتسعب حاجة واحنا بنكلم المهم؟ احنا هنجي نقف على العمود ده مسلا وفي حاجة اسمها很好的 في الاتا ايه في حاجة اسمها الاتا يتبق معي هل يتطبقه او لا؟ اوه يتطبق مع عدد ايه اسمها data validation تمام وهندوس عليها بيقول لك any value نختار عليها كده ونختار كلمة text length text length يعنيها tool text او الحروف بتاعت text وبيقول لي ايه فيه between فيه note between فيه equal to فيه انا اخليها equal to وخليها دي عشرة او خمس ترقام يعني اخليها خمس ترقام بحيث ان لو واحد اثنين ثلاثة اربعة هيقول لك لا ولو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هيقول لك لا هو بيقبل الخمس ترقام بس اللي هو باي ارقام مش لازم حروف يعني ممكن حروف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة قبلها فاهمين يا اعتمال اه فهمنا حضرتك يعني معنا كده مثلا الخانات اللي هي بتبقى مثلا محتاجة الرقم القاومي او الموبايل نعملها نفس الخطوة دي بس نعملها equal to 14 بالزبط بالزبط يعني ولا اقل ولا اكتر بحيث ان انا ايه اعرف ان انا كتب حاجة غلط او رقم تليفون 11 بالزبط جدا بالزبط جدا تمام شكرا حلو دي صح؟ اه حلو دي ماشي تمام تعالوا بقى نبتدي بقى نخش بقى في حاجات تانية معلش انا دخلت كده معلش انا قاسب بس انا كنت حابة واتصل لكم بصوا بقى جماعة عايزين بس ناخد بس شوية ارقام كده شوية وناخدها كده بقى احنا احنا لسه احنا لسه مكملين لسه مكملين في الكونديشنال فورماتنج الكونديشنال فورماتنج دي يا جماعة مبتخلصش فهنيجي هنا اهو وهنيجي نعمل كده الهايلايت بيقول له ايه اعمل لي مثلا جريتر زين اللي هو فوق الخمسمية مثلا مفيش خمسمية اللي فوق الخمسمية اهو قالك الخمسمية حتى تعلمها لك تمام؟ 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 بصوا شباب حتى كمان اهو في كمان لس زين طبعا اللي هو اقل مثلا من متين مثلا بيعمل لك اهو لس زين اللي هو لس زين اللي هو قل منه وايكوالتو اللي هو بالزبط اللي انا عايز الرقم ده بالزبط وتكست زاد كونتين اللي هو ايه الارقام؟ يعني مثلا مثلا تعالوا مثلا نجيب مثلا وليكن شوية الاسامي دي مثلا مثلا ايه نحطها هنا مثلا وكما انا عايزك تعمل لتكست زاد كونتين اللي هي مسلا ايه الاسامي اللي فيها ميم لا دا كله في ميم خاه مثلا اه اهه قالك محمود خميس خميم زياد محمود خميس خميم زياد طب الارقام اللي فيها ريح 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 فين؟ انا مش عايز في الريح العربي فين؟ اهي ريح ايه مؤمن رياض مؤمن رياض أفهمين قصدي وده لأ؟ هل فعلوا آقومي بحاجة إلي أجل ال�afel اضف اعلم اين أو امام الحقام بالتصورية اضف هول موهو حتى تأخذ السي 여기 اكبر من 3 يجب علي فándر tengo around 2 Gottes انتم معي؟ بنيو رول يعني نيو رول هي ايه بتبقى رول بتحط كده use formula و بنحط الفورمولة هنا تمام؟ بس احنا ممكن نعمل حاجة كويسة جدا بس المعادلة بتبقى كبيرة شوية يعني لن اهي لن برضو لن اللي هي F1 مكون L1 و نقيف ٣ غم كبير ذلك و لان لمكن ocks لا د administrators 3 4 5 6 9 8 9 10 هيضهالي. فاهمين اصد ايه? لو كده ده مسلا واحدين 3 4 5 6 9 8 9 10 هتلاقي لونت. بس يعني دي حاجة كده بسيطة التابل فورمات دي بصراحة ما حدش بيستخدمه كتير. دي لو انت بتعمل تابل والتيبل ده لسه يعني الحاجات دي لسه قدامه شوية اللي هي الحاجات بقى اللي انت تعمل كده وتعمل ستايل السيلز اللي هي مسلا بالمنظر ده كده تغط تختار تغط تعمل هي بتبقى حاجات جهزان فاهمين قصد ايه? والانسرت والديليت. الانسرت والديليت مثلا اهو مثلا محمد تحسين فانا عايز اخلي في عمود ما بينهم هما الاتنين ادوس كلمة انسرت بقى في فراغ فصل. كلمة يمين وانسرت كده رجع ده كده تفصل ما بين العمود ده والعمود ده طب لو عايزين نمسحه ندوس كليك يمين برده وكلمة انسرت بس كده وفل وقطو سام وكلير دي لن نتسى بستخدمها لان انت بتتقف عليه كده وتروح دايس كده بس كده كده تمسح كله والحاجات دي كلها الحاجات دي مش هتلاقوها يعني سنستيفتي وادونز وانالايز داتا دي مش هتلاقوه عندكم تمام? اه نيجي لاول اه معادلة هنشتغل عليها تعيونك يا شباب? حد هنا ما اشتغلتش اكسل اللي خالص? اه سلام عليكم انتم معايا مخاضراتك ما حد هناك مش هندسك حد هنا ما اشتغلتش اكسل اللي خالص? اشتغلنا نوعا يعني شوية كده طب نتوكن عليها بصوا يا شباب اول معادلة بالتاريخ هتبتدي في المعادلة دي اي معادلة في الاكسل يا جماعة بتبتدي بكلمة يساوي يساوي لو كتبنا يساوي اربعة زائد خمسة هيطلع علي تسعة صح ولا غلط طب طب لو كتبنا هنا طب لو كتبنا هنا مثلا عشرة طب الاثلاء قولت متصلين ولك بص يا شباب عشرة و literally معلش انا حاجة مليلتك حاجة بسيطة هرا يعني انت حضراك قلت منقل الإنسرت الكولنم سكرا اه في ام دواتي صاب store اه 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 بحسب على حاجة من الامن افتصال من التطور اللي فوق انتلم لا 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 مش لازم الايتم زي هي برضو موجودة بس افضل ايدك اسرع ايدك بكتير طمام اذا اشباب اذا انتم عايزين بقى تجمعه يعني مثلا هنا عشرة وهنا خمسة مثلا والجامع مثلا هنا انا عايز الجامع مثلا هنا كده طمام هندوس ايه ندوس يساوي عشرة زائد العشرة دي اللي هي في الخلية ركزوا يا جماعة انا لما باجا دوس هنا يساوي واجا دوس هنا كده ادوس على الخلية دي كده بيطلع لي وهي الخلية ملوش دعوة باللجوه الخلية فاهمين اصدي ولا لا ما ا故 هو بيجمع خلية زائد خلية لك 15 طب لو احنا خلينا العشرة دي خمستاشر هيبة الناتج 20 طب لو انا خليتي عشر دي بقي اتعا تقديم عشرين هيبقى ناتج خمسة وعشرين طب لو خليتي الخامسة دي عشرة هيبقى عشرة هيبقى الناتج توالتين فاهمين حد فاهم حاجه لا لقى ايوه ايوه نفس الكلام ده بنعمله بكل بقى العمليات الحسابية سواء طرح بقى اي حي بضبط احنا يا شباب احنا بنشتغل على الخلية مش على جوه الخلية فاهمين؟ الخلية دي لو مكتوب فيها مليون هيجمع للايجابة دي فاهمين قصلي؟ تمام؟ يبقى الجمع هيبقى عنوط الجمع بتاع دي اسمها الجمع اهو اهو ده الجمع طيب الطرح حد يساعدني؟ حد ييجي معاي ولا نروح لواحدي ولا نروح بيساوي بيساوي اي 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 فور اي ادوس بس عليها ادوس على الخلية بس اي ادوس подписلكم مينس مينس بس دوس انتر قالك عشرة 20 نقص 10 بتسوي عشر يبقى الطرح ايو بيساوي مينس ايو الطرح. طب الاسمة. هو نفس المعدلة يساوي. يساوي. الخلية. الخلية دي على على دي يا جماعة. على دي. تمام? على دي. هتساوي صح. يبلس لاش دي. دي يعني الكسمة. الكسمة يعني يا جماعة بالانجليش. صح. 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 الضرب. يساوي. انا عرف ان هي ملتيبلاي بس. الضرب دي فين في الكيبورد. هقول لك ويساوي. صح. اللي هي ثمانية. ثمانية. دوس عشرين في عالمة دي او النجمة. في عشرة بمتين. يبقى دي يعني ثمانية ثمانية. طلع لك الرقم دي. اللي هو الضرب. اللي هو ديفايدد. اسمه ملتيبلاي قصد. تمام? تمام كده. طب خلصنا كده خلصنا اللقطة دي. بس دي سهل او يا جماعة صح ولا يا شباب. الحاجات دي بالنسبة اللي بيستغل بكسل دي ده 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 شغل يعني شغل اطفال. طب ما تيجي بقى في الحاجات التقيلة شوية. ايه رأيكم. من فضلك عندي سؤال ابنة تدخل في التقيل. طيب طيب احيانا انا بنشتغل على سلز كتير اوي وبعد كده عملت ناتج معين فيه. طيب انا عايز انقل الناتج ده في سلة تانية بس بيعمل لي ارور او بيكتب لي كيمة عشان هو بيشتغل سلة نفسها مش تكسل داخلها فاعمل ايه بقى. اه تاني برضو معلش انا انا بجمع معلش باخد وقت شوية بعمل لودنج. بيكون اه اخترت سلة معينة وكتبت فيها معادلة. ماشي. وبعد كده عملت سلة تانية الناتج بقى بيطلع في السلة انا عايزها دي اعايز اعماله كوبي وانسخه في سلة تانية بحيث ينسخ التكسل داخل السلة. اللي بعمل كده بي اللي بينسخه مجرد فاليو. عشان السلة اللي عايز ان له كمعادلة. عايز ان له كمعادلة? اه او اخد القيمة نفسها كتكسل. عشان لما بعمل كوبي هو بيعمل. لما بعمل كوبي هو بياخد المعادلة المعمولة في السلة لي. ما بياخدش تكسل داخلها. بص لو انا بص كليك كليمين هنا وخدتها كوبي. باقي دوس انت هنا المفروض ان هي زيرو. ليه لان هي بمعادلة صح كده? بالزبط. صح انت عايز بقى تنقل التكست صح? اللي هو الباليو. هتروح دايس كليك كي مين. اي. اهو. هتروح دايس كليك كي مين هنا. هيبقى وانتصني. اللي هو سبع عادلش انا ده ولا انا شوني انا. كليك كي مين اللي هي تاني. شادي معلش ادخل تاني. ادخل تاني كيه شادي معلش. ادخل ايه? حدريس. هلو شادي. اي اما حضرتك. حضرتك قلت لك كليك كي مين وانختار انا هي اوبشن. تعال نمسح كده من اول تاني. انت لو دوس كليك كي مين هنا كوبي. دوس كليك كي مين مسلا في اي حتة كده وتقول. وان تو سري. وان تو سري. تمام. فاهمت حضرت. ادخل بيقولك معرفش بيقولك دوس بي بس. مش لازم تدس كنترول بي. يعني دوس بي. متى هاي الحرف البي. لأ البي. لأ مفيش. لأ هي لازم تدس كليك كي مين هنا. كليك كي مين كوبي. لأ. لأ يبقى لازم تدس كليك كي مين هنا كوبي. اتلاقي حاجة اسمها وان تو سري. وان تو سري. فاليو. ها? معي كده. تمام. مع حضرتك. كيه الدنيا وضحت اكتر? الف شكر حضرتك مش ممكن نقول طرق تانية يعني انا مسلا ممكن لما اطلع لي حاجة زي كده. اه اتفضل. اه بروح مسلا دايس يساوي بروح على الخلال اللي انا عاوزها هدوس يساوي. اه دي بيساوي دي. بس خلاص وهدوس انتر بيطلع لي نفس الرقم. انا عايز اخلال وحدها. مع ان لو 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 الحاجة دي تغيرت يعني لو انا كتبت هنا سابعين هتتغير هنا السبعمية انا عايز الرقم نفسه. تمام? اه. الرقم من غير ما يتعدل تاني. انا عايز اخده كوبي بس كده. بس كده. اه كده احنا دخلنا كده في الحاجات العادية خالص. تعال بقى انا اتوكل بقى كده على الحاجات اللي هي بقى ايه فيها بهاريس كده وفيها حاجات حلوة. ناخد دي روك كده كوبي. خليك بقى معي يا شادي هتنبسط قوي في اللي جاي ده. ناخد ده كده كده كده. ناخد ده. ناخد ده كده. تمام؟ تمام؟ تمام. ونروح نقبر الكلام ده كده شوية حلوين كده هنا. ونخليه كده. بصوا يا شباب. بالصلاة على النبي كده. دي شوية داتا كده لبعض الموظفين اللي موجودين. بيقولك في التاريخ كام؟ الشهر كام؟ في التاريخ في الشهر اسم الموظف والمبيعات بتاعته. تمام؟ تمام. نعمش ان المبيعات اللي بالدولار دي ولا بريال ولا بأي حاجة مبيعات هابلة شوية. هتحس المبيعات دي كده مثلا سنة تسعين او سنة تمانين. اللي هو مثلا انا بعت بمية وتلاتين جنيه في الشهر. المهم يا. يا ريكو تتين عندي كده. بالنسبة صح. بالنسبة لك صح اوكسم بالله. يعني ايه ده يعني شعرف ايه بتهل ده. اللي هو ايه. انت شغالة في اني سيلز. شغالة في اني سيلز. انا شغالة سيلز لوجستيك. اللي هو ايه يعني مثلا نخص ايه يعني. شحنة وتخليص جنيرك. بصدر اي حاجة من مصر البره. انا فاهم. انا فاهم. انا يعني تخيالي مثلا انا انا جبت المثال ده انا عنيتت حتى تلاقي الاسامي غريب. يعني محمد سعفين ده يعني ده اسامي تلاقيه بآآ سعودية حاجة. نجيب له مربعة ثلاث دولار من عندنا. او ما بصوا يعني تخيالي مثلا كده واحد انا بعت بربعمائة وتمانين. اي ان كان ربعمائة وتمانين هو ايه. فمعرفش. المهم يعني. المهم ده بعض الناس اللي باعت هاي. خلاص. آآ ايه هو مش عايد. المهم يعني. ولكن احنا عايزين نجمع كل مبيعات الناس دي. احنا قلنا لما بنيجي نجمع بندوس يساوي ده. زائد. زائد ده. زائد ده. زائد ده. بس كده شلل. احنا عندنا ناس كتير قوي. يبا احنا عايزين نجمع كلهم. هنجمعهم كلهم اللي هو ايه. لا اول حاجة نجيب مجموع مجموع. او total sales بقى الناس بقى الناس هنا فاهمة. total total sales. خلاها كده هنا كده. خلي دي كده. total sales ده. احنا عايزين نجمع كل دولت. هنجمعهم ازاي. اكيد في حد عندهم. يساوي. ايون? ومعابل الصام تقريبا. خلية. بالضبط. نعمل نختار خلية اللي هي اخر خلية. ونعمل عبانة الالة. لا احنا عايزين هنا. عايزين هنا. عايزين هنا. عايزين هنا. اه هندوس يزاوي وبعدين بنختار صام. عايزين يفتح الكوس نحدد الخلاية. بالضبط اهي نحدد الخلاية اهي كده اهي. بعدين بقى نقفل نقفل الكوس ده وبس. ندوس enter وخلقت اوه. كده هي الرقم كام سبع تلاف الله. بصوا يا جماعة صح? لو تلاحظوا هنا فيه اللي هو زيرو زيرو ضد زيرو زيرو. فعشان نشيل الزيرو زيرو دي هنيجي هنا كده. دي كده نكبر الزيروهات. دي كده نصغر الزيروهات. بس كده. دي اسمها الدسيميل او العلامات العشرية. تبقى هنا كده. خلاص كده. فكده التوتل سيلز كله عبارة عن سبع تلاف بيع. تمام؟ طب احنا دلوقتي بنجيب البيع الكلي. طب انا عايز انا جيب بيع واحد بس اللي هو محمد سعفين ده هنجيبه ازاي؟ حد عنده فكرة؟ بصها يا دقريبا ان اللي هي المعادلة بتاعت كونتاكت دي او. معادلة اف تقريبا؟ اصدق كونكاتينيت. ايوة. لا مش كونكاتينيت معادلة اف؟ لا برضو. هل عنده حد عنده فكرة؟ اصلا اكيد بصوا اصدقين الناس عنده افكار. يعني مثلا واحد يجيب لي مثلا ايه? احنا نفلطر وهنجيب مبيعات محمد سعفين. يعني مثلا نجيب محمد سعفين اهو كده نفلطر عليه كده هنا وندس اوكين. محمد سعفين ده عام الف وخمسمية. فاهمين اصد ايه؟ لا انا عايز طب انا عايز مثلا محمود خميس مثلا. في حد بيقطع صوت هو بيقطع. هو ايش؟ اتفضلي اتفضلي يا اسمين. معادلة سم اس. بس كده. تعال بقى. بصوا شباب. اي حاجة اي حاجة فيها اف اي حاجة فيها اف يعني شرط. احنا هنا الجمع احنا قلنا الجمع يعني سم برضو صح? صح كده? بس سم اس اجمع بس بشرط. اجمع بس بشرط. هنعملها ازاي؟ بصوا يا شباب. اندوس يساوي. بصوا يا شباب. في البداية كده لازم تفهموا اركان المعادلات. يعني بمجرد ما تكتب صام اف. اي صام اف هاي ظهرت لك اول واحدة. لازم تقرأ الشروط بتاعت المعادلة عشان المعادلة تتحقق. بيقولك الرينج. الرينج ده اللي هو المدى. انت بتدور فين؟ بيقولك انت بتدور فين بتصنع عن النبي. بقول له يا فندم انا بدور هنا. في اسامي الموظفين. مش انت عايز اسم موظف ولا لأ? هلو? مش انتوا عايزين اسامي الموظفين? فانت بتدور فين؟ بيقولك الرينج ده المدى. المدى ده انت بتدور فين؟ بقول له انا بدور هنا في الموظفين هنا. اروح بعد كده بصوا لو تلاحظوا كومة. وفي ناس عندها اسامي اللي هي الجنب اللي هي دي. تمام? بس انا عندي كومة. هندوس كومة. بصوا تقلت هي. كرايتيريا تقلت هي. بيقولك الكرايتيريا. انت بتدور بمين? هقول له انا بدور هنا بالاسم ده. انتوا معي ولا لأ? هركزوا معي باللا عليكم. انا هرجع تاني اهو انا مساحت خاطر. انا دوسي ساوي. ماشي يا اسمين انا حاطر. انت عايزة تقولي حاجة يا اسمين? او وانا بس اا يعني حسن جيتم صليحة شوية المعلومات دي من اسمالي جديدة. يعني انا حسن يعني ما شاء الله فيه ناس عندهم علومات كتير. انا بس. انا بس. انا بطا قليت مشوية يعني. احنا واقعنا منك فين? هو من اول بصواحة الجدول ده. اهو بالروح انا ما عملتش حاجة على فكرة. انا بقول ايه في الجدول ده? بقول ايه? بقول دلوقتي احنا جبنا الجمع. الجمع ده في معادلة اسمها صم. بتكتب كلمة صم. اهي نمسح كلمة الاول يساوي. صم. اهي. ونروح معلمين على الجدول ده كله اهو. ونروح قفلين الكوز او ندوس انتر. ادوس انتر وخلاص اهو. جابلك ان البيع كله بسبع تلاف جنيه. خلاص بسبع تلاف واحد وعشرين. طب انا دلوقتي يا ستي عايزة جيب مبيعات الوات ده اللي هو محمد سعفيز. معادلة. نعم طبق. هو حضرتك انت بدأت من اول الاكسلة خالص ولا في الاخر? انت انت محمد متأخر ولا ايه انت جلست ااخد? اه حضرتك. لا ده انا عديت شوية بس انا كده كده المحاضرة كده متسجلة ما تقلقش خليك معنا بس في الوقت دي. يا دي اول محاضرة في حضرتك الاكسلة يعني احنا. هو انتو اتنين في وقت واحد? انتو اتنين صح? انا اه انا واخوي اه اه. انا او مرة امير حصل. يعني دي اعتبر اول محاضرة في ال اكسل اه فرقول صح مش ولا اكسل محاسابي اصلا اه. لا 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 ده اكسل عادي اكسل عادي مش اكسل محاسابي. سمامي يا فندس شكرا. انا كده ماشي. نتوكن الله. بصوا شباب. اما دلوقت احنا عايزين نجيب مبيعات محمد سعفين ده بس. هنروح لدي سيني ساوي. تمام? وبالنسبة صح للاختيار انت بدوس سم اف وتدوس عليها مرتين كده. دوس مرتين كده. هتزهر لك ايه. الرينج. بيقولك الرينج ده انت بتدور فين? يا جماعة فهموني. الاسامي دي او الاركان المعادلة دي في كل المعادلات. انت هتشوفها دلوقتي في كل المعادلات. خلاص? فلازم تحفظ ان الرينج ده انت بتدور فين? انت عايز ايه? هقول له انا عايز اسامي الموظفين. افترضي انت قل لك الكريتيريا. الكريتيريا دي اللي هي اللي انت بتدور بيها. انت بتدور بمين او او انا بدور باسم محمد ده? مع كده تدوس كوم تاني. السم ورينج. اللي هو جمع. انت عايز تجمع ايه? او انا عايز جمع المبيعات. وليح دقائم. حد فين حاجة ولا? ولا سلام عليكم ولا ايه? انت فهمين كده بالله عليكم ولا يعني? ايو 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 اصلي ايو ايو اصلي نعم اول تاني اول تاني حاضر تعلم الاول تاني تمام بص يا شباب ندوس يسوي الرينج الرينج ده عشان نبقى حافظينه انت بتدور بفين اقول انا بدور هنا في اسام الموظفين ما انا عايز اعرف محمد سعفين ده فقاني حتة في اسام الموظفين خلاص؟ وبعد كده بصوا بعد الرينج ده تلاقي في حاجة اسمها كومة هي كومة الكريتيريا انت بتدور فين بايه قصدي اقوله انا بدور بالاسم ده اللي هو محمد سعفين اللي هو في الخالية اسمها جي تو بعد كده اضح لقس كومة تاني بيقول لي انت بتدور بايه او قصدي انت عايز تجمع ايه اقوله انا عايز تجمع المبيعات خلاص كده وراح دقاس انترم قالك ان محمد سعفين بايع بألف ونص وفعلا محمد سعفين بايع بألف ونص هو مفيش غيره اساسي طب لو احنا خدنا مثلا محمود خميس ده مثلا وحطناه هنا مثلا قالك بايع بألف ومتين طب لو حطينا هنا زياد خدنا كوبية وحطينا هنا بايع بخمسة يان هربية ده هو زياد ايه ده ده ايه بخمسة ده انا اسف ما اسم عشان انا اتعفرط يعني ايه خمسة يعني يعني واحد بايع بدولار ده ولا ايه ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة خمسة او بايع بخمسة يعني بالصنع عن نبي يعني طب نقل ناخد مؤمن مؤمن ده باين عليه من الناس يعني بايع بألف ومتين سبعة وشرين انتب عايزين نتأكد تعالون فلتر كده على كلمة مؤمن كده ونشوف الدنيا اهو الفمتين سبعة وشرين اهو الفضل يا ساميح اهو لا انا عايز اعرف بس عملت فلتر ده اهو فلتر اهو احنا بنيجي عند داتا اهي داتا فوق اهي داتا في هوم اهو احنا كنا هنا نيجي عند داتا اهي ونقف كده نعلم على الثالت او الاربع عملان دي كده ونضح داتا يسين كلمة اه اه فلتر بس كده ونختار كلمة مؤمن اهو نشيل السيليك تقول ونختار كلمة مؤمن اهو اهو وردت ما داتا كانت سابعة احتيت انها معلومة جديد تمام لا اقصد انا بعملها بفلتر انت مختيوش بالك قبل كده منه يعني انت اما تهلي متعرفة اهو 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 الفمتين سبعة وشرين اهو اهو فمؤمن كده ب الفمتين سبعة وشرين اهو طب مين الامر اللي ساعدني في الشهر طب ساعدني هذا السؤال فضالي فضالي انا بسمع اه حضرتك عام المؤمن رياض ده او محمد السعفين او الاسماء دي انا في الوقت ده انت حضرتك رابط الخالية اللي فيها مؤمن رياض بالجدول بتاع الاسماء يعني ايه مش فهم انت كتبت يعني المعدلة كتبت Personally مثلا جي2 او 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 انا فيها وكتب في المعادلة حضرتك رابط خلال اي فهى مؤمن الرياض او الاسم او اى حاجة بالجدول الاساسي هو الاجساء بيربط يعني لا 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 معنيش عسانة بص معنيش عسانة انت دلوقتي بتتكلمني انا بقوله دور لي في الاسمي دي بالاسم ده لا مش مفروض ان انا اصلا بختار من جوا تبفرد انا ما عنديش الجزئة لا اسم موظف او مجموع المبيعات او ما عنديش الجدول البسيط ده عايز ادور على طول يعني ادور فين الاسماء عايزة حدد الاسماء انت في يعني حضرتك عامل يعني في اوقات احنا وبنعرفش نكتب مسلا اه مؤمن رياض انا عايزة مؤمن رياض لا انا عايزة كزا لا عايزة كزا لا ندخل جوه وبنختار ولا ايه? انا بصراحة مش عارف هو اوصل اكيد انت عايزة تصلي حاجة بس انا شو ايما يعني هدي تقول اني بدلا ما استخدم مسلا المعجلة هي عايزة بص امؤمن رياض ده مش مفروض هو جوه الاسامي اصلا? اه بتقول اين اسمها? مؤمن رياض ده مفروض جوه الاسامي موجودة في الجدول. مؤمن رياض ايه? موجود في جوه الاسامي اللي هي موجودة في الجدول نفسها. ايه بزبط اه? انا بقى في الشغل وضغط الشغل مسلا ما بيكونش موجود عندي الاسم ده مؤمن رياض او كده عايزة ادخل جوه بسرعة واختار اسمه يعني بقى سرعة. طب ما هو? ما هو الاسامي هي? هي مثلا لو عندها الفين اسم. ازاي تعمل تعمل مسلا نصيرش عن اسمه معين من الالفين بكل سهولة من غير المعادلة ده اصدهر. طب ما هو. مش من غير. عشان اوصل للمعادلة عشان اوصل للمعادلة. ام. او قد توفي على العمودة اهو على 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 الجدول اهو كده. تفلتري عليه كده كله. وتروحي دايسة كلمة فلتر. وتروحي دايسة على دي اللي هو اللي عامل زي السحمة ده كده. وتسليك تقول وتجيبه مؤمن رياض اهو. وتروحي معلمة كده عليه. يطلع لك الف ومتين سبعة عشرين. يطلط لهو. كيه تمام? ولا في حاجة تانية? يا صدر ما فيش حاجة اصبع يعني. كيه تمام? معلش يمكن الناس الاسورية بشونس? فضل. يبدو بداية معلش شوية خالص يا عام عزيلا. فضل. انا لما بكتب المعادلة بكتب يساوي مسلا سم. صح? ام. هل المفروض ان انا بكتب في آآ يعني بادوس انتر على السم اللي بتطلع لي دي ولا انا بكمل عليها هي بتظهر لي بس في استرشاد. اهيه لما باجي ادوس يساوي اكتب اس بس. بمجرد ما بكتب اس بيزهر لي كل المعادلات اللي اولها اس. لو كذا بتيو بيزهر لي كل المعادلات اللي انا عاوزها. ادوس كليك على المعادلة اللي انا عاوزها ولا انا بكمل عليها? لا دابل كليك. دوس عليها مرتين. دابل كليك. تمام. انت مسلا اختارتي سم افعي. دوس عليها مرتين كده تتظهر لك سم افعي. تمام بيفتح الكوس اوتوماتيك صح? ايوان بالزبط. تمام. شكرا جدا عشان تصدر. نكمل يا شباب. شباب. نكمل. نكمل بقى في شهر. احنا جبنا كده الاسامية. تمام? نجيب بقى الشهور. يعني انا عايز اجيب مجموع شهر 12 ده كله بيعنا في قد ايه. هتعجبك دي يا ابتهان. بص يا شباب. دلوقتي احنا عايزين نعرف مجموع شهر 12 شهر واحد اي نقن الشهور. هنعملها بصم اف برضو. حد ممكن يساعدني بصم اف دي. تمام. يالله انا هدوس يساوي. هلو? ايه تمام هاختار المعادلة. اللي هي سام اف. سام اف. هيدوس عليها مرتين اهي مرتين. هتصهر للك سام اف. الرينج بقى. هحدد العمود. انا عمود. مش مفروض الاول اللي هاختار انا يعني هتكلم جنان على ايه. اللي هو مفروض المبعايت. الرينج. الرينج عشان بس تفكره. الرينج المدى. انت بتدوري فين? ايه المبعايت. مش مين بقولت المبعايت. لأ المجمعات اللي همجمع. انت بتدوري في الشهر. اوك ايه. ايه. بعد كده كومة. الكريتيريا انت بتدوري بايه? تقولي لهم انا بدور بشهر اتناشر. ايه. بعد كده كومة تاني. بعد كده سام رينج. اللي هو انت بتدوري بتعايزة تجمعي ايه اولون المجمعات تانية. ايه. شهر اتناشر جاي بمبيعات متين وتمنمية وتلاتة جنيه. طب تعالوا نتأكد كده من شهر اتناشر ده صح والعاط. شهر اتناشر او تمنمية وتلاتة. تمام كده? طب لو احنا خلينا مسلا ده شهر واحد كده. قال لك اتنين جيه. ايه ايه القومة الغريبة دي? طب لو شهر اتنين. شهر اتنين مش موجود. حد لاحز حتى دي? لو تلاحزوا جايب لي زيرو. شهر اتنين مش موجود. طب تعالوا نشوف. مفيش شهر اتنين. حد تخب باله ولا لأ? طب شهر تلاتة. مفيش شهر تلاتة بشهر اربعة. او 1144. وهكذا بقى. خمسة بقى بمئتين ستة. ما عافش بايه بسبعة. وهكذا. فاهمين قصدي الموضوع ده على فكرة هيبقى كويس قوي على الفكرة. انتم عارفين يا جماعة لو انتم عندكم داتة كبيرة. يعني انتم بتحطوا. بصوا يا ابتالي كده. الموضوع ده هيعجبك لون. لو انتم بتحطوا الداتة تحت بعض كده. تحت بعض. وتضم الداتة تحت بعض هنا كده. بمجرد ما تكتبي الشهر يطلع لك. يعني مثلا لو مسلا مديرك قال لك مسلا ايه. يا بتالو احنا بيعنا قد ايه مسلا الشهر اللي فات مسلا. هوب بتكتبي يطلع لك التوتل سلزة عطول. فاهم قصدي? ايه. مش محتاج انك تسحبي وتعملي يعني انت لو بتجمع الداتة كلها يعني شهر تحت شهر تحت شهر. بمجرد ما تكتبي وتعمل المعادلة دي بمجرد ما تكتبي يزهر لك التوتل عطول. فاهمين قصدي? انا بقى كنت بستسهل وبخلي التيم بتاعي كل حد منهم يعمل بكل شهر الوحد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله فيه لا فيه فيه احسن من كده يا ابتالي. اه اه. طب دلوقتي احنا خلصنا الحتة دي. حد كده مشام حاجة في حتة دي. يعني احنا لو كده كلمنا بقى كده. الجمع الجمع ولكن بشرط. دي هتبقى صام اف. دي عشان تبقى انتوا عارفينها. اف. اف. دي هتبقى هتفيدكو جدا في حياتكو. معلش عشان تستحلات كبارت الخلية اللي بتكتبها ازاي. يعني كبارت الخلية. تحتوي الكلمة ازاي. الجمع ولكن بشرط. وصات الخلية الزائت. تابقى كده اي? كده اي. منازبوطة. تابقى فيه علامة زي علامة اللي هي علامة الزائت دي. تابقى. تابقى زاودوا تابقى تابقى زاودوا. تابقى زاودوا تابقى زاودوا. انتو بقى لو عايزين تخلقلوها على ماقاس على طول تروحها فين يهي تدوس دابل كليل كاين. كاين ووسعة الوحدة. يا شغل. تمام. تعالوا بقى نشوف بقى دي بقى. بصوا شباب. دلوقتي ده مثال تاني خالص. بس مثال عنا حاجة كده مختلفة. انا بص لحزة باشا انا نسيب بس اضيف بس دي لحزة 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 لحزة. لحزة بس يا شباب واكون معاكم. عشان بس انا لحزة لحزة عشان بس نسيب بس اعمل حاجة فجيت معاكم اللحزة. اهو. بص يا شباب. احنا دلوقتي قلنا سام اف. ناخد ده كده كوبي. عشان ايه نخليه برضو معانا في الرحلة اللي بعدها. خلاص اوي. طب دي كده لو احنا عايزين نجمع. نعم مخالي. ماشي عبي. لابدلوقتي لو احنا عايزين نعد. ركزوا نعد مش نجمع. في فرق شاسع ما بين نعد ونجمع. ركزوا لانا هقول. كونت. 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 بص يا جماعة. بص يا شباب. يعد يعني كونت. يجمع يعني صم. كده كده شباب. طب تمام. دلوقتي انا عندي محاسب. 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 طب مهندس. قانوني. اداري. انا عايزة اجمع الاداريين دول. نقذي اعدهم. نعدهم ازاي. الجامعة يا جماعة ما بيتعدش غير بصم. اما العد ما بيتعدش غير بكونت. كونت. هم. طب كونت. هنعملها ازاي بقى فيه. بقدام احنا فيه صم اف. يبقى فيه ايه? يبقى فيه كونت اف. اه تمام. هنعملها ازاي بيساوي. كونت. كونت اهيه. انتو معايا صح يا شباب ولا ايه? اه ولا ابتهال بس اللي معايا. انتو معايا صح? ريس كده يروهندي كده رفاقه كده اديكم كده انا شايفكم. بصوا كده هتلاقوني رفاقه. تمام. بصوا يا شبابكم. تمام شكرا يا شامحة. شكرا 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 كونت اف اهيه. تمام? وندوس عليها مرتين اهي. تمام? بصوا دي سهلة جدا اهي. مش محتاجة حاجة والله يا ابتهال. هي اتنين. ايه. دي غير التانية. التانية كان فيها تلت شروط. دي فيها شرطين. الرينج. الرينج دي اللي هي ايه يا استوزة ابتهال? المدى. المدى اللي احنا هنتكلم عنه. هندور فين? هندور فين? هندور في المسمى الوظيفي. اهو هنا. بقى كده ندوس بيقول لك بعدها كده بصوا لو تلاحظوا فيه كومهي فيه كومهي. بصوا بقى شايفين دي كده واقف عليها. لكن التانية دي مش ظهرة. بمجرد ما دوس كومه دي ظهرت هي. الكريتيري دي ظهرت. بيقول انت بتدور بيه اولو انا بدور بده. ندوس انت. ونروح ساحبين المعادلة. بصوا المعادلة تسحب زي نافع على العمود ده كده. على الخلية دي كده. ونوفر هنا كده تلاقي علامة زاق دي. نروح نازلين بيها كده ندوس كده واسمها دراج اند دروب دي والله اهي كده. بصوا بقى شباب فيه ايه بقى دلوقتي ركزوا في الموضوع. نمسح دي اه نمسح دي كده. دلوقتي بقى بصوا بقى في ايه. المعادلة كده اتطباق التلقائي ولا? ايوا كده المعادلة تطباق التلقائي. شفتي بقى الدنيا سهلة ازاي ازاي او سيزان? انا كدش بقى شباب. شفتي بقى اقولك الموضوع متأخر اوي. احنا بقى دوكتور والله. تمام كده? تمام كده? بصوا بقى. لما نيجي بقى يقول. اتفضل. قول كده تاني. ما بعد الرنج. اهي? اهي. تعال نسح ما نقول تاني اوه. دوس يساوي. تعال نوسع كده الخلية دي كده شوية. يساوي. ونقف على. بيقولك الرنج. الرنج ده انت بتدور فين? اقول لنا بدور في المسمى الوظيفي. وبعد بص بص بعد الرنج اهي بص في كومة اهي. في كومة اهي. او سيمي كولوم على حسب اللي عندك يعني. دوس كومة. بيقولك دي ايه? الكريتيريا. الكريتيريا دي اللي هي دي. انت بتدور بايه? اقول لنا بدور بالمحاسم. ندوس انتر. ونسحب ساحبة كده حلو. بيقولك بقى ايه يا معلم? فيه اربع محاسبين وتسعة اداريين ومهندس وقانوني واتنين ازن واتنين مبرمجين. طب ما تيجي نتأكد. ايه رأيكم? بيقولك فيه تسعة فيه اربع محاسبين. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. صح كده? السلام عليكم. انتم معايا? انا عارف الله. طب. انا منين عارف ان الاداري اصده تسعة والمهندس اصده واحد. ما هي كون انت كده. تمام بس انا متوفق مع حداك ان الترتيب كده. يعني هو انت حداك لنكتبينها وبين المسلمة الوظيفة اللي جنبها دي ازاي? ما هو ما هي المعادلة بتلنك يا جماعة في ايه اهي نمسحة من الاول خلق. المعادلة بتقول ايه يا استاذ اشرف? على الشمال مش على يمين. يعني اللي على شمال حضرتك كده اللي هي المحاسب واداري والمهندس القانوني والازن والمبرمج. ايه ايه. اللي عارف المعادلة ان هما بالترتيب ده. لا لو انا عايز اعمل لهم شوفل عادي يعني اولا انا خليهم عشان او او اخدهم كوبي. لا 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 انا اخدهم كوبي لكن لو انت عايزنا ابدلهم لك ابدلهم لك ابدلهم لك اا خلاص كده. كده كده اتشقلبت الدنيا. هنيجي بقى نعمل اول بقى الاخر. بص يا شباب. انهم حاملين ايه? بيساوي تاني لاخر مرة. كاونت. اف هاي. كاونت اف. بتدور فين? اقول له يا فندم انا بدور في المسمى. او. بدأ ادوس كومة. يقول انت عايز تدور بايه? اقول له فندم اهونا بادور باكتب ايه? باكتب هنا لما اخد اكتب هنا. كاونت اف فضلي معلش اناسي. اقول له في المسمى الوظيفي. وادور فين? اقول له بادور بدأ. انتر. اهو. بص يا جماعة. اتنين قازن. طب تعانوا تأكد من قازن. القازن اللي هو ايه? ادي واحد قازن. فين التاني? التاني اهو. ادي واحد اتنين. طب القانوني. اللي هو اللي يجل. اللي هو اللي يجل اهو. طب بصوا بقى كدبيني. تسعة اداريين. تسعة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربطة. خمسة ستة. معلش ثوان. تسعة. نعم تفضل. طب لو الاداري بقى مكتوب من غير الحمزة من تحت مثلا. لازم المسمى يبقى مستوى مية لمية. بصوا يا جماعة مش هنا في اتنين قازن. بصوا الازن مكتوبة ازاي? اه ما عارفش الاف عليها همزة. طب لو انا كتبت كلمة الازن دي اللي هي بالف كده عليها همزة. يعني الف الف عليها همزة كده. اه. بصوا. والله ايه ده المعادلة ارت والله. طب والله ناس كويسين والله اولاد ناس. طب لو انا كده بتاع زن كده. لأ مش هتنفع تقرحي. بص شايف? ارتها واحد. اه. فهمت قصلي ايه? تماما. المفروض ان هي. بصوا يا جماعة. الاسامي بالزبط لازم تبقى مزبوطة. عشان كده لازم تربط ما بيه لو انت عايز تربط اي حاجة لازم تربطها بحاجة يونيك. يونيك يعني حاجة فريدة من نوعها. يعني مثلا شايفين ركم الموظف ده مفيش منه اه اه او 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 فهمين قصلي? ايه. انتو معايا ولا ايه? تمام معايا. ماشي. انا صح بتقولت حاجة اه اتفضلي ويلا بتاعي. كنت عايزة تقاله بصراحة في نسيت القديم بس ما. بس يعني قلت ممكن حاجة تقولوني. او اتفضلي دلوقتي. او انا دلوقتي لما بيجي يعني مثلا اشد الماوس علشان التاريخ ينزل مظبوط الديت. اوقات كتير مش بيرتب هاليا بيعكس يعني بيخليها يوم بعدين شهر بعدين سنة. مش بيبقى مزبطة. فباضطر ان انا اقعد بقى مع كل خينة اضبط الديت بتاعي. بص يا بتاعي. بمناسبة التواريخ. اغلبية الويندوزات اللي عندنا معمولة بشهر ويوم. شهر يوم سنة. احنا عندنا في التاريخ بتاعنا احنا في مصريين يوم شهر سنة. فعشان تعدي من الموقف ده تروح عاملة بقى يا ستة. بص يا ستة. انا كان فينا تاريخ صح? اهو. بصي. لا انا فينا هنا في التاريخ هنا نخلي الخلية دي كده. بصوا حتى بقى دي بقى نرجع بقى للحتة الجميلة دي فاكرين ايام زمان دي. الحتة المربع السغنان ده اللي هو في الهوم ده. هنيجي هنا ونيجي هنيعملوا حاجة اسمها لونج ديت. او شورت ديت على حسب يعني. بس خليها لونج ديت دلوقتي. خليها لونج ديت. اللونج ديت ده بقى نعمل ايه? يعني مثلا لما نيجي نكتب تمانية ستة. عشرين تلاتة وعشرين. المفروض يقررها لنا ايه? على حسب تاريخنا احنا او على حسب طريقتي انا. المفروض ان هو يقررها تمانية ستة. يعني تمانية يونيو. صحة ولا غلط? ام. طب ندوس انتر كده. بصي قررها ستة اغسطس. ايوة مع حضرتك. انت معي? طب طب. ايوة بطبق بقى. طب 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 طب. فنيجي بقى نعمل ايه? ممكن بقى نخليها لونج ديت. لونج ديت يعني ايه بقى ستة. اللي انت تبقي شايفة الشهر باسمه. فاهمة? ما تبقيش بتكتبلك رقم. ايوة. تمامي معي. انت عطلتي وانت معي. انت كويسة. لأ، مش معنا، كنت بس بركتك ضدًا آآ آآ، ماشي، انتوا فهمين قصد إيه؟ يعني انتوا فهمين يا شباب، الحتة اللي أنا بقولها دي ولا لأ؟ لأ، آآ، فهمين يا شباب، يفهموني، بس مني، لا بصوا شباب، في إحنا إحنا، إحنا، الويندوزات، الويندوز بتاعنا، الويندوز اللي إحنا شغالين عليه ده أو أي ويندوز، أغلبيتهم يعني الستاندرد بتاعه بيبقى بيبقى شهر يوم سنة التاريخ بتاعه بيبقى شهر وبعد كده اليوم وبعد كده السنة احنا بقى في تاريخنا احنا كمصريين لما بنيجي نكتر بالتاريخ بنيكتبوا يوم شهر سنة تفاهمين ولا يوم؟ ايوه انت بيش فاهماني اعتماد تصدقيني انا تمام انت تمام كويسة دلاتي؟ ايوه ايوه اليوم شهر سنة بس اللي هو في التطبيق او كده ايوه مفروض بقى ان انا ادي اوردر للشيف ان انا عايز ارتبه بترتيب معين ماشي فده بقى اعمله ازاي؟ هقولك استاني بس لحظة هنيجي بس الاول نقف على الخلية او العمود بتاع الخلية ده ونخليه لونج ديت مسلا او مش لازم لونج ديت كان في حاجة هنا اسمها ايوه بصوا هنا جمعا لو انتو دوستوا هنا بصوا اذا انتو انزلتوا الاخر الخالص several number format دي وانتو عن data يقول انت بيقولك الشكل التاريخي الانت عايزي انẹ عايزي بالشكلة date انا اعايزي اربعتاشر مارس اosi 2012 او اوقي او اربعتاشر مارس انا اعايزي الان منظر لما يجي نكتب تمانية او تمانية ستة 2003 بتبصل اللي احصى هيهبلها الا اوغسطس Recovery فمن الاخر يا ابتهال خلي الناس لما بتيجي تكتب الفورمات بتاعت التاريخ يكتبوه من منظر ده. تبقى انت شايفة بعنيكي حتى يعني مثلا خمسة سبعة عشرين تلاتة وعشرين او عشرين او عشرين تلاتة وعشرين ايه. المفروض بنظامنا احنا يبقى خمسة جولاي. لكن لما ندوس دلوقتي هيبقى ستة او سبعة مية او سبعة خمسة اهو. فهم قصد ايه? التسجيل اهو. تكتبوا التاريخ بالمنظر ده يعني مثلا لما يجي تكتب لك ستة عشرين تلاتة وعشرين. هيكتب لك ايه بعشرة ستة ايه. بقى انت بعد كده لما تيجي حتى تفرمات تفلتاري قصدي يا ابتهال معي يا ابتهال. ايه ما اخذ ده. لما تيجي حتى تفلتاري تفلتاري كده بصي هتلاقي الفلتارة حتى زهرلك بالمنظر ده. تفلتار اهو كده? اه 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 بصوا هتلاقي حتى ماي جون اوجست كده هتبقى حلوة على فكرة. لكن انا متأكد انا متأكد يا ابتهال ان انت بيزهرلك ارقام تواريخ. ايه طبعا. انا متأكد ان اطلعلك ارقام تواريخ. عشان خاطري اكتبه من منظر ده يطلعلي منظر ده كويس او. وعلى فكرة صح يا شباب انا نسيت بس اشرح لكم حاجة. اه بخصوص ال اللي احنا كنا بنحكي عنها. فاكريني الكونديشنال فورماتنج. الو. السلام عليكم. الو. هو النت قطع ولا انا اللي بيتكلم مع نفسي. انت قطع. انا معايكو غول حد ما يرجع. الو. انا و انا انت تمام كده شباب كده كده كدوا سمعيني. أنا والله اهبصوا على اللقطة دي انا كنت عمل ارغي والله والله كنت عمل اتكلم انتوا كده معي ايو ؛ اكفن ده بصوا يا جماعة عشان انا انسيت احكي لكم على حاجة بتخص الكنديشنال فورماتنج افاكرين الكنديشنال فورماتنج اللي هي في الهوم دي كده والهيا دي صح صح كده شباب وحباح نسيت أقول لكم على الإختراع من ضمن الانشغالات دماء يا شباب دلوقتي لو أنا أريد أن أعرف الدبليكيشن الدبليكيشن يعني التكرارات لو أنا أريد أن أعرف إيه لي موجود تكرار في نفس العمود دي اختراع دي على فكرة جماعت أنا أقول لكم على إيه لي بيحصل بعد كده فإيه لي بيحصل تقف على العمود ده كله مثلاً كده وتروح دايس على كونديشنال فرماتينج وهايلايت اعمل لي هايلايت على الدبليكيت العمود ده كله دوبليكيت تخيلوا يعني الزياد ده فيه منه زيادة هو محمود خميس فيه محمود خميس مؤمن فيه مؤمن فاهمين قصدي طب تعالوا بقى نشوف على حاجة مثلا مفيهاش دوبليكيت وننظهر دوبليكيت تعالوا نقف هنا كده مفيش اخدتوا بالكو مفيش اي اسم فيه دوبليكيت انتوا معي ولا ايه؟ طب لو احنا اخدنا الجملة دي كده كوبي وحطناها هنا كده بصوا ايه اللي هاصل سعيد سعيد هلو؟ اه انتوا معي كده انتوا معي كده ولا يا شباب؟ ايه ما حضرتك فدي بقى تفيدك في ايه مثلا اعتماد او تفيدك في ايه مثلا لو في حد لو انت مثلا اعتماد كتبتي رقم البطاقة ده مرتين فينورلك ام يعني مثلا رقم الموبايل ده مثلا وليكن او مفيش دوبليكيت تمام؟ وليكن انا هكتب رقم الموبايل ده حاجة بتضررها بنغربت معي وهتظهر الانهاية متكررة اعندسة طب ممكن سؤال؟ اتفضل دلوقت انا مثلا لو عندي فيه كذا حاجة فيهم دوبليكيت انا عايز مثلا فيه عندي كذا اسم فعايز افصل كل اسم بلول واحد هل ده ينفع؟ لا هو يعمل لك الوانات على الاسم وانت بقى تفلتر انت مع نفسك تفهم قصلي ولا لا؟ يعني انا مش مش واصلي يعني بص هوريك دلوقتي هوريك بص بص يا شباب انا دلوقتي الارقام دي هي مفاش الوانة هي مفاش اي حاجة فهنكتب ايه؟ انا هكتب دلوقتي رقم تليفون اهو خمسة تسعة خمسة تسعة اربعة خمسة تمانية ستة تمانية ستة هبصوا اللي احسر شفتوا لونت هاي ده مع ده حد يخبلوا هلو هوا انا احطيه كمان رقم دوبلو كات اطلع بنفس الاحمر ايه هاتطلع بنفس الحمش مش ممكن في حاجة تخلي كل حاجة الواحدة يعني اضع اه ممكن ده احمر ده اقدر او انا مثلا لو حابب بمسح الدوبليكيت ده عندي مثلا من كل اسم اتنين. اه مرة واحدة مثلا عندي شيت كبير وفي حاجات كتير. اه هوريك اهو دلوقتي. بصوا الشيت ده لو جينا نتبوس على الهايلايت ده هتلاقوا كل الشي ده دوبليكيت كلهم دوبليكيت فنعمل ايه نيج نقف هنا في اي حتة كده ونروح على كلمة قايمة وفي حاجة اسمها هنا اهي اسمها اهي 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 شفت والله يعني الامر جايلك اهو هنروح على دايسين اهي بيقول لي انت عايز تشيل الدوبليكيت اقول لي انا عايز اتشيل الدوبليكيت من اسم الموصف وندس اوكي بس كده بص ما بقاش فيه غير واحد بس زياد محمود مؤمن احمد بس كده شفت عم تعم كي يا شباب تعم كي يا جندي تمام تمام بس كده اهو ونروح مسحين دي كده وخلاص على كده اهو بس كده شباب عام اهام لو سمحت لو انا عايز اكرر يعني كلمة تحت بعض كتير اكررها ازاي يعني ايه يعني لو مسلا اسم زياد ده عايز ا اكتب خيانة مسلا نفس الاسم. ادوسي على كوبي اهو. دوس كليك كيمين على الاسم كوبي. وتروحي مثلا معلمة على الحاجات اللي انت عايزة. هنا مثلا صح كده? على شوية دولة مثلا. تمام. ونروح دايسين كليك كيمين. بس كده نزل اهو كلهم تحت بعض. تمام. لما نشيل التكرارات القيم قدامها برضو هتتشال? ايه. ولا القيم اللي هتتبقى هيجمع. لا هتتشال. تحت عمر. كده يا شباب. لو في برضو. تمام. كنت عزل لعف لو فيه طريقة يعني لو. حسام الشبك عندك بتقطع خالف. شال وبتبقى والقيم اللي متبقى اي اه اه. انا مشام حاجة حسام. انا الصوت بيقطع خالف. انا كده شباب انتو كده سمعيني? ايه ايه انا خلصت. اخيرا خلصت. ممكن سؤال خرج المحتوى بشوانس عدزك? انا بحبت هلقول دي. معزلة انا انا في شغلي اه انا خمسيون محاسبين ومشيوا فانا شغال محاسب وميجيما محاسبين. تمام? مدرس فرنسيوي عبال ميجيما مدرس فرنسيوي. فضلا. ايه ايه. فحضرتك في برنامج. انا بسجل في الشيط الحضور والانصراف والاجازات وكلام ده. اه. كان معمول في الشهور اللي قبل كده معمول الاسماء وبعد كده الايام. اه وبعد كده باه اه الحضور بتاعهم يعني. فكان دايما بيجي في يوم الجمعة دايما كان بيجي مسلا مدون اه لون معين احمر مسلا. واصدوا من ناحا التاني مكتوب اصدوا اجازة وبرده بلونة الاحمر. ماشي. انا اعملها ازاي? لأ بص قدامه اجازة دي دي المحاضرة الجاية. تمام. يعني عشان لما يشوف يوم الجمعة يكتب قدامه اجازة دي المحاضرة الجاية. خلاص كده? لكن عشان تشوف يوم الجمعة ده ازاي? اهو. لو كتبنا هنا كده اهو. هركزوك بقى الحاجة اللي هو بيقولها دي كويسة. هلاحط. ونسحب كده شوية كده. ايه ده? انا عينة بقى اللي يام بقى بتاعته اللي هو سبت حد اثنين كده يعني. طب اقول لك خليها دي. خليها مسلا نسطر دي اهو. سطر دي. من دي. ونسحب بقى كده. نشوف هل بها ايه. بعد السطر دي بس كده. بعد السطر دي سان دي اهو. سطر دي سان دي. اهو معلش انا اسف يعني انا غلطي اهو. تمام اهو. 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 هنعلم كده على العمود وندس كده هنا كده جماعة. ركزوه فلانا بقول اهو. بصوا. تكست زاد كونتينة تكست زاد كونتينة اللي احنا قلنا عليها. اللي هي ايه? اللي هي فراي دي. فراي دي. ايه. ممكن بقى نعلمها ببقى الوانات جديدة مسلا يعني ممكن نعمل مسلا مانيج هي مسلا نخليها هنا ونخلي اللون بتاعها يبقى مختلف. يعني مسلا اني ايجي هنا فورمات ونخلي مسلا لون باللون الاحمر ونخلي الفونت باللون الابيض عشان انا بحب اقول حتة. نخلي بولد اتاليك هاي? كده اهو. ونخليه اوكي. بصوا كده تمام كده? مش ده الشكل اللي بتقول عليه? تمام اه. بس اه جمعة بقى ازاي اجازة? المحاضرة الجاية. طب معلش ممكن نعمل الخطوة تانية? اهو اهو نمسح دي كده خالص اهي. تعال نمسحها كده من الاول خالص اهي. اهي اهي تحت امركب. ساتر دي. ساتر دي. اهو نسحب تحت خالص كده. خلاص? وبقول له ايه? وافع العمودة اهو. بقول له اعمل لي هاي لايت. هاي لايت فين? على تكس ذات كنتين. يعني الكلمة اللي تحتوي على كنتينز دي اللي هي تحتوي. واقول له اي كلمة تحتوي على كلمة فراي دي. بص بقى بيقولك لايت ريد. لايت ريد دي اللي هو اللحمر الخفيف. فانت ما ممكن تختار. ممكن تختار ييلو. ممكن تختار جرين. ممكن تختار لايت. ممكن تعملو بقى كاستم. كاستم دي اللي هي تعملو بقى على المزاجك. اللي هي تيجي هنا. تخليه بالله احمر. وتخلي الفونت. الفونت يبقى الكتابة باللون البيض. وبولد اللي هي دي بقى عريض. يبقى دخين. وندس اوكي. بس اخونا خدني مش هندس. تنزيل فل تماما. يعني لو كتبت هنا كلمة فراي دي. لو كتبت كلمة هنا فراي دي. هتلاقي حمرت. فهمت اصلي? تمام. بس كده. شكرا جدا. في حد عنده اي اسئيلة تانية? لأ انا عايزة بس اهم حاجة تسك بعد من قضف. يعني تسك نطبق عليه بقى كل ده. بص يا رسول. عشان انا. للاسف للاسف انا مش بتاعت اسكوت والله. انا مش بتاعت اسكوت. انا 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 هبعتلكو الشيت ده هو هو كده وانتو تعودوا تشتغلوا عليه. خلاص كده? هبعتلكو على الاكسل. الشيت ده بمعادلات بتاعته بكل حاجة. وانتو تعودوا قناتي اهي على اليوتيوب. السرشاجي اهي. بجد بجد. اتفرجوا عليها. هتفيدكو كتير او في الاكسل. السرشاجي. انا بتكلم في حاجات كتير او في الاكسل هتفيدكو كتير. السرشاجي. اللي 2 دولار اخشوه على اليوتيوب كلا واكتبوه هتلاقوني قدامكم. خلاص كيا يا شباب? سلام عليكم. انتم معايا. انا والله مبسوط جدا انتم معايا. مبسوط جدا جدا. واتمنى بالله عليكم. يوم الجمعة الجاية. تبقوا موجودين. صدقوني صدقوني. هتنبصت او المحاضرة الجاية. هيبقى فيها شوية معدلات بسمة. اللي هي في لوكب وف. وهيبقى فيها داتا فاليديشن. وهيبقى فيها شوية حاجات كده. الداتا فاليديشن دي اللي انا وردت لكم من شوية. اللي هي ايه? لما دي ايجي تكتب اربعتاشر رقم يحط ها له. لو كتبت تلاتاشر رقم ما يقبلش. فاهمين? وهكزا. اللي هي فيها اللي انت لو ايه? لو مسلا يقول لك مسلا ايه? اه هل اللي هي مسلا هل انت مصري? تروح ايله هنا تلاقي فيه هنا دور بلست يقول لك نعم ام لا? عارفين انتم لما بتيجوا تضغطوا على بتاعها كده يقول لكم نعم ام لا? انتم كده سمعيني كده يا شباب صح كده? شباب يقول لها حالك حمد لها السلامة. الله يسلمك الله يسلمك انا كده تمام كده يا شباب ان شاء الله ان شاء الله بالله عليكم ياريت تكونوا حضرين المحاضرة اللي جاية المحاضرة اللي جاية دي مفيدة جدا. والله مفيدة اوي هتفيدكوا جدا. والناس اللي بتستغر بالاكسل هتفيدهم اوي. خلاص شباب? تمام شانس. ان شاء الله منتظر حقك بالله. حبيب يا بش حبيب. وانا هبعث لكم الاكسل ده على الواتس اوب دلوقتي. ماشي? حسنا؟ ماشي وانا هبعث لكم اشتركوا في القناة